لن تكون هناك انتخابات لن تكون هناك انتخابات المعطيات على الأرض أولا تصريح سماحة السيد مقتدى الصدر بأنه مقاطع للانتخابات وبلغ جماعته بعدم الذهاب وبلغ جماعته بعدم أيضا مناصرة أي شخص خاصة المناطق كل تدخلة حيز التنفيذ لهذه التغريدة أو لهذا التصريح أو لهذا القرار من سماحة السيد هذا واحد اثنيا الحدث المهم اللي هسه أصبحت مئة بالمئة بعد ما كانت انتخابات هو قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد السيد الحلبوسي إذن هنانا أمام حدثية مهمة ما أعتقد راح تمضي الانتخابات بهذه الكيفية لأن الصدرين بثقلهم من سحبة ومقاطعين ومحمد الحلبوسي زعيم حزب ولديه مرشحين ولديه قاعدة أيضا تنتظر إذن هنانا اتخل خل الوضع الداخلي أنا اعتبره للدولة العراقية وخاصة الانتخابات إذن هنانا يجب على أساسه أن يعو جيدا خطورة الموقف الذي تمر به البلاد وإذن أنا نصيحتي لهم كقانوني وكمراقب جيد أنه يأجلون الانتخابات وإلى الحين ما يكون رئيس مجلس نواب والآن تهدأ الأمور ويصير تحديد وقت آخر